دلوقتي مشاهدين معاد موجز لهم الأخبار مع محمد شكرا شازلي الثامنة صباحا لتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانيتش موجز الأخبار من الترزيزون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وخلال طلاقه مكالمة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة العام الهجري الجديد أكد الرئيس السيسي ضرورة الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وتم تبادل الرؤى بشأن خطوة التصعيد التي تشهده المنطقة وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين مع تجديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أكد مصدر رفيع المستوى عقد لقاءات مصرية مكثفة مع كافة الأطراف خلال الإسبوع الجاري للتوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة وأضف المصدر أن مصر تستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق الهدنة بقطاع غزة مضيفا أنه تتم مشاورات واتصالات مصرية مع حركة حماس في إطار جهود مصر لإنجاز اتفاق التهدئة وتبادل المحتجزين أكد مجلس أمناء الحوار الوطنية ضرورة التنصيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا وذلك لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني حيث تمت مناقشة عدد من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى ويجري إعداد جدول أعمال عاجل لها على رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة وستتم مناقشتها بحرية كاملة مثل قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ونظام الثانوي العام الجديد هذا وقرر المجلس لانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن اختتم مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التي عقدت تحت عنوان معا لوقف الحرب في السودان وقدمت القوى السياسية والوطنية في ختام المؤتمر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على مساندة السودان وشعبه في الأزمة التي يمر بها وأكد مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية أن اجتماع القاهرة فرصة جيدة للتوافق على العمل لوقف الحرب في السودان وأضف البيان أن المجتمعين ناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوداني وأكدوا الحفاظ على السودان موحدا تظاهر ألاف الإسرائيليين في تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى للمطالبة بإسقاط حكومة بن يمين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل وكانت المظاهرة المركزية في شارع كابلان بمدينة تل أبيب قد طالبت بإجراء انتخابات وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين والأسرع وأغلق متظاهرون مداخل شارع آيالون في المدينة كما امتدت التظاهرات إلى القدس وكفرسابا ورعنانا وتظاهر نحو ألفي شخص قرب منزل نتنياهو في قسارية وطالبوا باستقالته وإسقاط الحكومة أعرب وزير الخارجية البريطانية الجديد ديفيد لامي عن رغبة بلاده في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط وأشار لامي إلى أن بلاده ستستخدم الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وقال وزير الخارجية البريطانية أن بلاده ستسعى إلى إعادة ضبط مواقفها عالميا حيال بعض القضايا من بينها أزمة المناخ بالإضافة إلى العلاقات الرئيسية مثل العلاقات مع القوى الأوروبية والقوى الناشئة قال مسؤولون روس أن حريقا اندلع بعد حادث في خط أنابيب للغاز بالقرب من إحدى قرى شبه جزيرة القرم وأضاف المسؤولون أن الحريق امتد إلى غابة قريبة وقطع الغاز عن منتجع لوتشتا وأكثر من عشر مستوطنات وقالت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا يوجد تهديد للمنطقة المأهولة بالسكان انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة